اشتركوا في القناة اثر جائحة كورونا او كوفيد 19 على الالتزامات التعقدية في العقود انشاء معكم الدكتور حمد شعبان استهز في كليل هندس المدنية بجامعة البعث بسول حقيقة هذا الموضوع اثر جائحة كورونا او كوفيد 19 لم تنتهي بعد حتى وانتهت الاجراءات التي فرضتها بعض الدول في بسبب هذه الجائحة ولكن اثرت تأثير هذه الجائحة لم ينتهي بعد فالان تحفل المحاكم ومركز التحكيم بنزاعات تخص مشاريع الانشاء عقود الهندسية تخص عقود التوريدات العقود الدولية نتيجة عدم تمكن اطراف المشروع او اطراف العقد من الانتزام او تأديه الواجبات المفوضة في العقد هذا الشي اثر بشكل مختلف ليس على نفس الدرجة السوية يعني ما هي نفسها في جميع الدول وذلك حسب الاجراءات المطبقة من هذه الدول سوف نتناول في هذه المحاضرة في التساطاش اذا على العقود الانشائي نحاور الرئيسي في المحاضرة هناك مقدمي سوف نطي مقدمي عن الجائحة ما هي الجائحة والاجراءات اللي بترافق الجائحة عادة التغيرات في العقود الانشائي كون ان اي اي ظروف مستجد على العقد لم تكن معروفة سابقا فعادة التغيرات الناتجة عنها او الخلل اللي بيصير في هذه العقود يتم معرشته خلال بنت بسمى تغيرات العقد اي شيء يؤثر على العقد سواء من الاطراف العقد نفسهم او من الطرف سالس بال حق بتتم ضمن ما يسمى تعيرات العقد غير ذلك لا يمكن لأي من طرفي العقد انه يعملوا تغيير دون موافقة البقيية الاطراف العموما التغيرات اللي تصير في العقد بتحكمها سلاس نظريات اما نظرية المخاطر نشوف نظرية المخاطر في العقد الانشائي نشوف الظروف الطارعة من الظروف المستجدية او الطارعة ونظرية القوة القاهرة او ما يسمى الفورس ميجال اذا التلات نظريات هدول هنون المعنيين بمعاجر التغيرات اللي بتصير بالعقد خاصة تغيرات التي لا تعود الى طرفي او اطراف العقد الاساسية ايضا راح نعرج على نشوف كيف الدول الكبرى تصرفت حيال الاساسر كورونا خاصة الدول اللي بتصنع والدول اللي بتورد معدات وتجهيزات ومواد فبتأكيد كل العقود التوريدات تأثرت و اصابها ما اصاب العقود الانشائي لانه ممكن هذه التوريدات ان تكون تخص مشاريع انشائي البند الاخير او المحور الاخير في المحاضرة سيكون حول اسر راح كورونا العقود الدولي ونتناول العقود الفيديك على اعتبار هي اكسر العقود في المجال الدولي استخداما بالتالي سنشوف الاحكام اللي خصص الفيديك اللي الشيء بيشابه الاشياء المستجد او الظروف الطارئة او كما سماها الحوادث او الظروف الاستثنائية التي يمكن ان ترافق العقود اذا نحن نعلم ان منظمة الصحة العالمية كانت قد اعلنت ان فيروس كورونا او كوفيد 19 اصبح وبان عالميا بداية تقريبا بنهاية الربع الاول من العام 2020 نعلوم ان كوفيد 19 كان اغط ظهر في مدينة وهان في الصين وسمي كوفيد 19 البيروس ظهر في العام 19 تحديثا في شهر 12 او 12 بينما بحلول بداية مارس ازار المظمة الصحة العالمية اعلنت ان هذا الفيروس هو وباء عالمي ومثل تطور الامر في نهاية ازار واصبح او متصف الى نهاية ازار وسمي جايح والتالي كل الدول انتقلت الى فرض اجراءات احترازية لمنع تفشي هذا الوباء توقف الطيران حركة الطيران بداية توقف حتى داخل البلدان صار في حظر منع تجول صار منع انتقال بين المناطق بين المقاطعات بين المدن بالتالي تعطلت العجل الاقتصادية ومنها مشاريع الانشاء بشكل القسري في منظم الاماكن بعض الاماكن في العالم كان في يعني اجراءات جزئيا في بعض الدول أو في بعض المناطق منطول ولكن في دول في اوروبا تحديدا شهدت اقفال كامل وايضا منها الدول العربية استمرت حوالي شهرين ونص الى ثلاث الى ثلاث اشهر اقفال شبه كامل وبالتالي كان هذا الامر لأول مرة يحدث في تاريخ البشرية حقيقة مثل هذا الامر انه يتوقف النشاط الاقتصادي تقريبا بالكامل لبدي لا تقل عن شهرين الى ثلاث اشهر هذا الشيء اثر على عقول التصنيع عن النقل التوريدات وفي قطاعات صادية اصيبت بالشرل التام مثلا قطاع النقل الجوي اصيب بشرل الكامل وايضا هذا الشيء اثر على المصنعين والردين ومنفزين المشاريع واصبحوا عاجزين عن الوفاء بانتزاماتهم التعاقدي كون معظم هذه الاشياء يحكمها عقود وعقود دولية وبالتالي الامر التراوح ما بين الشلل او التوقف التام او عدم امكانية الوفاء بالالتزامات التعاقدي بشكل كامل او هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ او انه صار في نفقات اضافية لم تكن في الحسبان اثناء توقع العقد هذه الاشياء استجدت لسبب لا يعود الى طرفي العقد وبالتالي نحن كنا امام مسألة لأول مرة تعدس بهالشكل تكون تصيب الكور الاغضية بالكامل وبالتالي هناك نقاش وجدال في الاوساط الهندسية والقانونية والادارية والحكومية عن كيفية التصرف وما هي الاثار القانونية المترتبة على هذا الامر وبالتأكيد نحن نتكلم عن التزامات التعاقدي لمولد لأطراف العقد السؤال هل هذا الوباء هو بالتالي هذا الوباء كيف سوف نتصرف حياله هل هو قوة قاهرة ام ظرف استثناء ام كلاهما معا ام لهذا ولذاك وانما مخاطر ترافق عادة العقود عامة والمشاريع خاصة يعني نحن نعلم العقود الانشائية تحديدا والعقود عامة برافقها ريسكس المخاطر هذا المخاطر يجب التحوط على المقاول انه يتحرز ومنها ويوضع السيناريوهات لمواجهته ولكن هل هذا الوباء هو مخاطر ام قوة قائرة ام ظرف السيناريوهات هذا الامر سوف نرى معالجه في الشرائح القادمة ولكن نقول بشكل عام يمكن نشوف انه هو قوة قائرة وهو في بعض الاماكن ظرف السيناريوهات بسيطة في بعض الاماكن يعني الموضوع ليس بهذه البساطة كل حالي من الحالات كل العقد من الاخود يجب النظر به بشكل مفصل ومعرفة اين يندرج الامر الحاصل فيه هل هو قوة قائرة ام ظرف السيناريوهات ام خاطر تعريف الجائحة الجوائح هي جمع لكلمة جائحة اذا الجوائح هي جمع لكلمة جائحة وهي المصيبة التي تحل بالرجل في ماله فتشتاحه كله وتهلكه وتتلفه اطلافا ظاهرا كالسيل والحريق يعني ممكن يأتي سيل ويأتي على كل املاك رجل او املاك شخص او حريق يلتهم كل شي فبالتالي يسمى جائح اي اشتاحه كله ويمكن ان يكون قافي تصيب السمر المحاصير مثلا ممكن ان نشوف الجراد يأتي على مساحات كبيرة من الاراضي وتشتاحها بشكل كامل ولا يبقى شيء والتالي ايضا تسمى جائحة زنية الشدة او النازلة او العظيم التي تشتاح المال ويقال اشتاحتهم السنة اي استأصلت اموالهم هذا ما جاء في تعريف المراجع القديمة والتاريخية ويقول ويقال ايضا سنة جائحة اي جدوبت وايضا جاح المال اي اهلكه وجاء في الاثر ان ابي يريد ان يشتاح ماله اي يستقصله ويأتي عليه اخذا وانفاق اذا هذه نخل بنتجة نقول الجائحة هي شيء يعم منطقة ما او مكان ما وبالتالي هذا الشيء عم يكم بشكل استثنائي بشكل غير معروف لدى طرفي العقد عندما تم تركي العقد بينهم اذا حدث يحصل دون معرفة مسبقة بهذا الامر ولكن احنا نعلم انه مع بداية حزيران تقريبا بمنتصف حزيران بدأت بعض الدول باعادة فتح مرافق اتصادية وخففت القيود الاحترازية المعمول بها وسمحت بالتنقل جزئيا وعمليا يعني هدوم بشهر اكتوبر شهر عشرة تقريبا في نقول رجعت الحياة الى ما كانت عليه سابقا مع بعض القيود ولكن نزلت بعض القيود الاحترازية وا ايضا هناك ولكن ما زلك في دول عم ترجع تفرض حظر كامل لمنطقة عم تعزل منطقة بالكامل التي توقف الحياة الاقتصادية فيها نزلت اثار الكورونا مستمرة حتى هذه اللحظة ومن غير المعلوم الان الى متى يستمر ذلك وعلى ما يبدو يتحتم علينا التعايش مع ذلك الوضع الى حين لحين ظهور اللقاحات الامنة الامنة وبالتالي هناك دائما سيكون اثار على العقود ومنها العقود الانشائية وهذا الشيء يطلب من القائمين على هذه العقود والمتخصصين والخبراء لدراسة الاثار القانونية على هذه العقود وايضا عالم الاعمال عموما في قطاعات تجارية واقتصادية مختلفة سوف يعاني الى الى حين من هذه الجائحة وايضا سوف تكون هناك نزاعات سوف نرى ظهور نزاعات بسبب هذه الجائحة وطبعا قطاع صناعة تشهيد هو من اكثر القطاعات ومن القطاعات الاساسية التي تأثرت في ال الكون من الصعب تأمين ما يسمى بالتباعد الاجتماعي يعني فيه ان كوادر بشارية تشتغل مع بعضها وفيه حركة التنقل للموارد البشارية للوصول الى مكان مشروع هذا الشيء اما كان فيه حظر كامل او صار فيه قيود اضافية وتكبل المقابلون واصحاب المشاريع نفقات اضافية لم تكن بالحسبة واذا بتوقع الكثير من اختصاصين في هذا المجال ان تغص اروح المحاكم وهي تغص الان ومناكز التحكيم بالنزاعات القضائية على خلفية هذا الواقع اللي هو كما ذكرنا غير مسبوك على الاطلاق ولم تعرف البشرية مثل ذلك من قبل طبعا بسبب الخصائص هذا البابع تحديدا هو سرعة الانتشار او العدوى ووجود عدد كبير من اليوم سهولة السفر بالطائرات بالقطارات السريعة هو الذي ادى الانتشار الوباء في مختلف بقاعة ارض اذا هؤلاء الخبراء القانونيون اللي يقولون ان حسم هذه الملفات سيكون قاضيا سواء من حيث التوصيف او المسار للسلطة التقديرية للمحاكم اذا لن نستطيع المتعاقدين من تلقى نفسهم انه يحلوا هذه المسألة بشكل الكامل ولكن سوف الامر يترك الى السلطة القضائية ستقدر الشيء وبتأكيد سوف يتم الاستيعاني بخبراء الصنعة محاكم وسواء مركز التحكيم او محاكم تلجأ الى خبراء الصنعة من مهندسون وقانونيون واداريون بيعملوا في صناعة الانشاء وعقود التوريدات وبالتالي هذه هذه القضية سوف تترافع حكامها بين النظر في مدى خضوعها لنظرية الظروف الطارئة او نظرية القوة القاهرة وقد تكون في مكان معين تقضى نزيلة المخاطر اذا نحن عندنا نظريات يمكن او تلت مسارات يمكن ان نزهب بها اما الصروح الناتج في بتخصص عقد ما او مشروع هي ظرف طارئ ويلو احكامه او قوة قاهرة وهذه ايضا لها احكامها او في مكان اخر لم تكن هناك اجراءات شديدة وانما اجراءات جزئيا بسيطة او تأشرة كان بالفيروس قليل فممكن تكون مجرد مخاطر يمكن التحوط منها وذلك اذا تبعنا اجراءات وشدتها اذا لما في انا اجراءات حكومية شديدة فبتأكيس سوف تختلف عن اجراءات الحضر الجزئي وسوف تختلف عن احتياطات يجب اتخاذها من قبل العاملين في قطاع التشهيل والبناء كخلاصة نقول ان جائحة كورونا او كوفيد 19 اثرت على جميع دول العالم تقريبا تأثير لم يصب بلدا معينا وانما انتقل الى جميع بلدات العالم وبتالي شمال الكوارضي بالكامل وهي كانت اول مرة تحصل في التاريخ اذا الحضر شمال مختلف في دول العالم ولكن بدرجات مختلف مكانين وزمني اذا الحضر لم يكن واحدا هناك حضر كامل في دول كان في معانات اكثر كايطاليا اسبانيا الصين بعض المناطق وغان وبعض المقاطعات الاخرى بينما في دول الاخرى كان في درجات الحضر اقل روسيا فرنسا اميركا الاخرى بعض الدول الفقية ما صر فيها حضر ابدا معظم الدول مرت بحضر شامل امتد عدة اشهر وبعضها حضر جزي اذا كل الدول تقريبا عملت حضر شامل التزمت بتعليمات بالنصة الصحة العالمية لتلبط انه الحضر الكامل وهذا امتد الى من شهرين الى ثلاث اشهر ونصف وبعض كان عندهم حضر جزئي وانتقل من الحضر الشامل صار فيه تدرر بفتح المرافق الاقتصادية او نجاطات اقتصادية اذا تأثرت جميع عقود الانشاءات والترويذات المحلية والدولية اذا هناك تأثير عن عقود الانشاءات والترويذات الوطنية والدولية اذا التأثير ليس فقط داخل الدول وانما ايضا على العقود الدولي ما هي الاثار الممكن على العقود الانشاء اذا شو نتيجة هذه الجائحة على العقود الانشاء اذا إذن صار عنا توقف المشاريع مجزئيا أو كليا إذن في مشاريع توقف تشكل كامل وفي مشاريع توقفت جزئيا لفترة من الوقت تأخير التوريدات إذن التوريدات طالما في هناك نقل وطالما خضر النقل بين الولدان خاصة الشحن الجوي وأيضا سفعة جور التأمينات على النقل البحري والنقل البري توقف تقريبا حتى ضمن الدولة الواحدة وبالتالي صار في تأخير بالتوريدات وصار في تأخير حتى بالتصميع لأن المكان الموجود بالمصنع صار في إذن المصنع موجود في منطقة وكان في حضر كامل وبالتالي ما في عمل ما في تصميع والتالي للعقود والتوريدات دوري تأثر تأخير المشاريع إذن هذا الشيء أدى إلى تأخير المشاريع بشكل قسري صار في زيادة بالتكاليف هناك زيادة في تكاليف الشحن زيادة في تكاليف التأمين زيادة في تكاليف ممتداد الزمن نفقات غير بواشرة للمشاريع التكاليف التصميع كله أدى إلى زيادة سواء على المالك سواء على المقاول سواء على الحكومات بالنهاية زيادة العباء المالية على أطراف العقد جميعا إذن كل الأطراف العقود أسرى حقيقة أصار في عندها عباء مالية إضافية لم تكن بالحسبان أثناء توقيع العقد أصار في زيادة عباء مالية على الحكومات كل الحكومات قد تطعي مرتبات تطعي خدمات صحية تصرف على الإجراءات لرافقة إجراءات الحصر على التعقيم على الكمامات كل هذا الشيء صار في عندنا عباء مالية على الحكومات وهذا الشيء من معظم التول تخصصت مثل ما نعلم أنه ميزانيات إضافية لمواجهة كورونا ومثل ما أيضا كانت منزمة بأنه تخصص أيضا تمويل لتنشيط الاقتصاد بعد الفتح وتخفيف الإجراءات الاحترازية هذا الشيء أعطى نتيجة أساسية صار في أنه اختلال بتوازن العقد إذن العقد اللي موقع بين الأطرافين أو بين أطراف العقد بين أطراف عقد المشروع صار فيه اختلال بالتوازن نتيجة عدم الإمكانية للوفاء بالالتزامات المترتبة على أطراف العقد التغييرات في العقود المشاريع الإنشائية كما ذكرنا في المقدمة إذن تندرج أثار رائحة كورونا تحت بند التغييرات على العقد في كل عقد هناك مادة عقدية بند عقدية اسمه تغييرات على العقد على اعتبار يجب أن العقود دائما تتعرض إلى تغييرات بل أن التغيير هو سما من سماة العقود الإنشائية إذن المشاريع الإنشائية دائما فيها تغييرات لأسباب كثيرة وهذه الأسباب تختلف منها ما يتعلق بالطرفي العقد منها يتعلق بالدراسة إذن ممكن يجب في أن هناك تغييرات على الدراسة البالك ممكن يتعلق تغييرات المقاول ممكن يعمل تغييرات إذن أطراف العقد ممكن يعملوا تغييرات نظامية وبشكل منهجي ومعروفي بيسم Change Orders إذن تغييرات العقد التي تم دي موجب أوامر التغيير هي ما يسمى Change Orders لتحصل ليحصل اتفاق بين طرفي العقد على إحداث تغيير ما في العقد أو إحدى وسائقه هذا التغيير إما يكون لتصحيح خطأ ما أو تدارك نقص ما في ونحن بدنا نجاوزه أو أنه المالك يغير من Stop طبعه وبالتالي بيحدث تغيير المقاول ممكن يعمل تغييرات تغيير الإنتاجي التأخير تنفيذ أعمال معيبة يعني القواليتي سيئة ولكن هذه التغييرات ليست مسار بحسنا الآن ولأنه ليست موضوع بحسنا الآن لأنه هذه التغييرات عادة ما بيصير فيها كثيرا خلافات بين أطراف العقد وأن حدث فيها خلافة بدت تحمل الطرف اللي عمل التغيير أو لسبب التغيير أو إذا كان فيه عمل عدم توازن أو الأثر على البلانس العقد طالما إذن التغييرات التي تتم بإرادة الطرفين أو اتفاق أطراف العقد ليست موضوعنا في هذه المحاطة نحن هنا بصدد النوط السالس أو التغييرات التي تحدث بسبب طرف سالس ليست لأسباب تعود لأطراف العقد ولا تتعلق بوسائق العقد نفسه كعيوب الدراسي أو التصميم إذن هون التغييرات عم تكون بسبب طرف سالس في شيء آخر طرف سالس لا يخص طرفين عقد أو أطرافه طبعا هو المقصود بالطرف السالس يعني ليس ليس المقاول ولا المالك على اعتبار أن المشرف والمصمم يضمنهما المالك باعتبار المالك هو الذي يضمن صحة الدراسي وهو مسؤول عن الدراسي سواه هو الدراسي نفسه أم أوكلها إلى استشاري والاستشاري لديه عقد مع المالك أو الأمر والمقاول أيضا مسؤول عن عمله مسؤول عن مقاولة باطن عن المردين فهو مسؤول إذن هؤلاء الطرفين أساسيين إذن هون بقي في أنه طرف سالس ممكن يعمل تغيير في البعية عبارة عن مظروف مادية واقعية ألمت بالعقد وأصابته وأثرت عن تزامات أطرافه إذن هنا طرف هناك شيء آخر أثر على العقد هذه الظروف استجدت وأصابت العقد وأثرت عن تزامات الأطرافه إذن نصار فيه خلل بتوازن العقد وصار العقد غير متوازن ولكن العقد شريعة متعاقدين هذه قاعدة قانونية معروف لكل لندم يتم توقيع العقد وتم الاتفاق والتوقيع فهذا يعني أن كل طرف أصبح ملزما بالتزاماته أن ينفذ هذه الاتزامات كاملة ولا هناك شيء يعفي أي من الطرفين عن تنفيذ مسؤولياتهم أو واجباتهم في العلع حسب ما هي مسكورة في العقد إذن ليس لأحد أن يستقل بالعقد أو تعديل العقد أو أن يتحلل منتزاماته بطريقة منفردة إذن لا يمكن إذن قاعدة العقد شريعة متعاقدين تقتضي بأن لا يستطيع أي منطرفين العقد أنه هو يحلس التعديل أو الغاء بالعقد أو يتحلل من بعض التزامات التي يوارد في العقد بطريقة منفردة أي التزامات التي تقرد بمقتضى العقد الذي أبرمه بإرادته الحرة إذن الإرادة الحرة هي أحد أركان العقد إذن العقد حتى لوارده إذن الطرفين يرتضوا أن يمتزوا بهذه العلاقة العقدية وإذن الإرادة الحرة هي ركن من أركان العقد كما أيضا لا يحق للقاضي التدخل في تعديل العقد أو الغاء من غير رضاء المتعاقدين أيضا القاضي لاحق له التدخل في تعديل العقد إلا إذا ارتضى الطرفين المتعاقدين أيضا هذه القاضي تقول بأن يبقى كل من المتعاقدين قادر على تفيز التزاماته من دون ضرر يلحقه أيضا العقد تشريم التعاقدين إذن أنا كل طرف منتسم بتلفيز التزاماته وأنه يكون قادر على التلفيز التزاماته دون ضرر أو إرهاق للحقوق إذن إذا ما لكم في ضرر واضح وبين نتيجة تلفيزه لالتزاماته وهذا بتأكد نتيجة أنه ظروب الاستجدات أدت إلى عدم توازن العقد ولكن إذن في حال استجدت ظروف وهنا مربط الخيل كما يقال في هذه الحالة إذن في حال استجدت ظروف جديدة أو عزرا جعلت من المتعسر أو المستحيل أن ينفذ أو يفي أحد الطرفين بالتزاماته أو أنه أضحى أو أن تنفيذه أضحى مرهقا ومضرا بالآخر فأنه لا بد من تعديل العقد بطريقة عادلة تعيد التوازن العقد إذن إذن إحنا أمام حالتين سجدت هذه الظروف الجديدة التي لم تكن معروفة بالنسبة إلى الطرفين المتعقدين أثناء التوازن العقد جعلت من المتعسر أو حتى من المستحيل أن ينفذ أو يفي أحد الطرفين بالتزاماته أو أن تنفيذ أضحى مرهقا ومضرا بالآخر فأنه لا بد من تعديل العقد في هذه الحالة بدنا نعدي العقد بطريقة عادلة حيث نعمل نعيد التوازن إذن نعمل بلانس من جديد في العقد إذن عندما يختلل التوازن العقد نجيد هذه الظروف أدت إلى اختلال توازن العقد هذا الاختلال على القاضي أو الشخص المحصص أو المعين لحل هذه القضية أو المشكلة كالمحكم مثلا أو الموسط أو الموسيد عليه أن يعيد التوازن العقد من جديد بأن يتم التعويض لأحد الطرفين أو الطرف المتضرر الذي أصبح مرهقا أو مضرا فيه أو أنه يتحلل من تنفيذ العقد ويفسخ العقد إذن هذا الشيء بشكل أساسي خلينا نقول الإطار العام لما يسمى التغييرات التي تحدث بسبب طرف سالس أو ظروف استجدد لم تكن معروفي قبل الطائرات في عقود مشاريع إنشائية إذن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تتم معاجل الطائرات الناجمية عن وباء كرونا كنا فصلنا بالشراحة السابقة لأن وباء كرونا أثر على معظم العقود من الغلز مع الإنشاء وأدى إلى تغييرات في العقد وبالتالي نحن الآن صاف لأن عدم التوازن في العقد فكيف تتم معاجل هذا النحي أو عدم التوازن في العقد إذن بداية المقبول أنه يجب دراسة كل عقد أو كل حالي على حذى لذلك يجب الأسباب لا يمكن أن نتحدث بشكل عام ونقول كذا إلا تخضع لهذه النظري أو تسل لذلك يجب أن ندرس كل عقد وكل حالي حسب موطن هذا العقد وحسب مكان هذا العقد حسب شروط ورد فيه وتبدل تغييرات في وردة الإلاق لذلك يجب كل حالي يجب دراستها عن انفراق لأستاذ من آخرين أولا اختلاف إجراءات الحظر والأغلاق من بلد ومن منطقة الأخرى إذن لن تكون إجراءات الحظر واحدة في جميع البدان ولن تكون في نفس اللحظة أو نفس الفترة هناك دول تأخرت حتى بدأت بجراءات الحظر في دول عملت حظر جزي في دول لم تعمل حظر أبدا كبعض الدول الإسلامية في السويد مثلا واتبدوا على ما يسمى بمناعة الجماعية ودون دلوء إلى العزل والحصل يجب العودة إلى البرنامج الزمني للمشروع وتعديلات الجهورية وروافر التعاملات الحاصلة هذه المحلية هامة جدا جدا نحن المقروض يكون برنامج زمني مفصل في تفاصيل العمل تفاصيل الترداد تفاصيل الموارد المشروع الموجودة في المشروع وإمكان هناك من تعديلات معتمدة لأطراف العقل طبعا دموط بأوامل قائد هذا البرنامج الزمني المترف فيه والموقع للأطراف هو المرجع الأساسي في منحف مدراسة أصل الطغيرات على العقل بدون هذا البرنامج الزمني لا يمكن البك في القضية بشكل واضح أو بشكل ميهني أو علمي لأن غيال البرنامج الزمني هذا يعني ما في توصيح للأعمال لأن أماكن تنفيذ الأعمال تباريخ تنفيذ الأعمال تباريخ التوريدات إلى آخره وعليه نقول أن البرنامج الزمني هو الأساس فإن كان هذه الأعمال التي حفظه في التأخير كانت في فترة بسبب الحصر فبالمقاول إلى حق أما هذا كان هو بالأصل متأخر فلا يمكن أن استدرك التأخير الماجر عن جهاز كورونا ويبرر التأخير الحاصل لديه بسبب حفظات إنتاجية أو فوق إدارة للعقل خلاف معاجة تغيرات العقد أثار جهاز كورونا من عقد لآخر طالما من الإجراءات المختلفة حكم أن النظرات التي سوف تقضع لمعاجهة التغيرات العقد هي مختلفة وصفرة تراوح بين ثلاثة نظريات المخاطر الجروب السنائية والجروب القرية وقوة القرية إذن نبكد على الناحي الأساسي صدق وذكر مع السادقة في المشاريع السادقة أن التغيير هنا يعود إلى طرف الثالث أو الجروب المغلوظة على طرفين العقد ولذلك التغيير الخاصة بسبب يعود إلى أحد الطرفين العقدين من العقدين الآن التغييرات في الأقود الإنشائية تقضع الموما إلى إحدى النظريات الثلاث فقط النقش بتفصيل هذه النظريات أي تغيير يحصل في العقد خطفاً أنه لا يعود إلى طرف الثالث فإما نظرية المخاطر أو نظرية الظروف الطارئة أو نظرية الكورو القاهرة ولكل من المخاطر نظرية المخاطر المخاطر من المتفق عليه أن المشاريع الإنشائية وخاصة المشاريع في كل عام تتعرض إلى مخاطر وهذه المخاطر تختلف من شوه لآخر وتبقى المشاريع الإنشائية أكثر المشاريع أرضها من المخاطر ليس فقط مخاطر التنويل مخاطر طرف الموارد طرف المواد مخاطر ماجمة عن ضروف الطقس مخاطر الموقع وكتباعات الأسعار هناك مخاطر كثيرة حقيقة ويجب أن يتحوط المقاول لمواجهاتها وأثناء تركه إلى العقل فالمخاطر بالأساس هي أشياء يمكن أن تحصل وهي معروفة بالنسبة إلى أطراف المقاولة المخاطر ليست أشياء غير معلومة ولكن تحصل بإحتمال ممكن تحصل ممكن ما تحصل في تأثير الأسعار ممكن ما يسي في تجهة المقص بالموارد ممكن ما يسي أخرى التنويل أو بسبب ما ولكنه ليس سبب يعني من النوع مثلاً يعود إلى جايحة أو إلى أمرهم الخطير فالمخاطر تحصل ولي على المقاول أن يتنبأ أو أطراف العقل بشكل عام وتكفي المقاول أن يتنبأ من هذه المخاطر ويضع السيناديات لمواجهاتها وتنص معظة بأدلية إدارة المشارية على أن المخاطر ترافق مختلف أنواع المشارية من فيها الإنشاعية التي تعتبر الموضوع فيها دائماً وخاصةً إذا ازادت مدة المشروع وتنشح إذا ازادت المخاطر بزادت مدة مشارية وتعقيدها وضخامها وتعدد أطرافها وكل مدد مشروع لذلك المخاطر لا نعلم عن المدى البعيد لا نصرح أسر التعقيد المشروع المشاعات المعقدة إذا المشاعات المكررة المعقدة المخاطر مختلف مصنم ليسا له علم بها تحتاج إلى تغويل كبير تحتاج إلى تقنيات عالمية تحاضي أكلية المشارية من ضخمة من التسجيلية في الموارد والموارد والموارد والأجياء والأطراف وكل مزاقها الأطراف وكل مصارف المخاطر في عدم تنسيق ما في أطراف العقد أطراف 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 المشهور كل المخاطر يجب أن نحملها المقاومة اللهم إلا أنزاء كان يعني طوقف التوميز من الإدارة أو المالك ولكن حتى هذه النحن يجب أن نقود أن نكون عنه فيما يسمح العقد هو المشهور ليس ما تنحمل أشكال التوميز إلا أنزاء المالك ومعظم الأدبية إداة المشارية والمهاجرات إداة المشارية تعمل إدارة للمخاطر كمجيز كما أردت في الدنيا الماركي ذات مشاريع من مجيز تيام آي إدارة مخاطر المشروع أطراف مجلة هناك حق الماركي الكامل كيف ندير المخاطر المشروع وكيف نعمل تسجيل المخاطر ونعمل نرتب المخاطر حسب التأثيرها وأولوياتها واحتمالية أصولها من خلال ما يسمى بـ أو مصنفة المخاطر يجب على المقاول إذا ندرس من مختلف أنواع المخاطر التي يمكن أن تواجه المشروعي والذي هم من ذلك هو وضع سيناريوها بمواجهتها ومجلة تقديل من الآثار لأن من خلال المخاطر يمكن أن تطاعد مشروعين وأضع سيناريو تمواجهتها أو التقديل من الآثار إذا كان لابد أن تبقل إذن نحاول أن نعمل سيناريو إذا ندير كيف ندير إذا نصف ناعد مواد تمويل شرعبية إذا الموارد الإشارية يتأكد في مشروع فعادة مشروع قبل انتهاء يحفظ بإمكانية العامة القديرة أو المقسمين أو المقسمين أو المقسمين إذا 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 أخذوا كل هذه الفضايا يجب أن يكون هناك أجوبة وصناع لبديل أو نحن نحاول نقلل من الأعثار السلبية على المشروع إذا توقفوا تمويل المشروع لفترة لا توقف المشروع وإنما تحاول أن تقلل من الأعثار السلبية بإرواق المشروع بالحد الأدنى من الموارد المشروع حتى لا توقف المشروع وتحمل المسؤولية في المقاومة ليس ما في الحال شكية التمويل لدى المال لكن بعض هذه المخاطر إذا مستمرت أو زادت على الحد الوارد في العقد ممكن أن ترفع إلى مصافة الظروف الضارية أو حتى الضوء 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 إذن بعد هذه المخاطر التي نعمل بحصة المشروع والتي متحرزها المقاومة وعليه أن يطلق مهنجيات ذات المشاريع الحديثة التي فيها إدارة للمخاطر وحاول إلى تخلل الإسعار السلبية التي تكون هذه المخاطر لإجازتها فيها في العقد لكن إذن تمرت أو زادت هذه المخاطر على الحد الوارد في العقد يمكن أن ترفع إلى مصاف الزروف الضوء 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 في حال تضخم المنهار العلمي هو من المقاطر وهو من الظروف الطالعة تصل إلى القوة القاهرة فيمكن أن زادت عن نسبة محددة مثلا في العقل السوري هناك 15% على المقاول التي يتحملها مثل سماعات الأسعار وفي حال ذات الآن 15% نتم التعويد عن مقاول هذه الزيادات الطارعة على العقل على دول العقل إذن بعد 15% ممكن التعويد ولكن منع القسالية محددة وإجانة انتظر في القرارة المزيدة لكي يكون هناك حصول على طاوضات ويعادة التوازن من السر ممكن أحيانا ننقذ من جائل المحاكي وإذا كنت فيه حصول على طاوضات ويعادة التوازن من السر هذه المقاطر يمكن استخدام ولكن لا مثلا شكل تريد ماذا يمكن أن تجد لا يقوم بها بها؟ ماذا يمكن أن تجد لا يمكن أن تجد لا يمكن استخدام ولكن ترجمة نانسي قنقر 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 يتم توقف المشروع لفترة من الوقت ومن ثم يستمر الطرفين بتميز انتزامتها وفقا لأنه عندما ينتهي تأثير هذه الظروف ولا تتم فرض غرامات أو تعويق لا تجد غرامات تأخير ولا تعويق للطرف الضد آخر ويقصد أيضا بالظرف الطارئ هو كل حادث ينشأ أو عزر يطرأ بعد إبرام العقد هذا الشيء الأساسي هذا الحادث هذا الظروف نشأ بعد إبرام العقد لم يكن منظورا ومعلوما لدى إبرام العقد من كل الطرفين كالآفي أو الجايحة أو النازل بحيث يجعل العاقد أو المتعاقد عاجزا عن تنفيذ العقد بضرر زائد لم يستحق بالعقد لم يستحق بالعقد يعني هذا الحادث هو حدث وصار ولم يكن موجودا أثناء إبرام العقد وطلع بعد إبرام العقد وسبب ضررا أصبح معه العاقد أو المتعاقد عاجزا عن تنفيذ العقد لهذا الضرر بما يرفقونه ضرر زائد وهذا الضرر زائد لم يستحق ولم يكون مسكورا في العقد فالحوادث الطرية هي حوادث حالات عامة غير مألوفة الزلازل غير مألوفة البراكين غير مألوفة السيول الجارفة غير مألوفة الجائحة كجائحة كورونا غير مألوفة لم يكن في الحسبان توقعها ولا دفعها لا يمكن لكل الطرفين من توقف إذن من خلال التعريف السابق لنظرية الظروف الطريقة يمكن أن نحصل على شروط التطبيق العامة إذن أن يقع الظرف طارق وقطير وهدد سلام في البلاد إذن هذا الظرف هو طارق بعد توقع العقد وقطير وهدد سلام في البلاد والتالي يجب باتخاذ إجراءات إدارية غير تقديدية أن يتم تناول أحكام الظروف الطريقة في الدستور أو في القوانين الناظمي في البلد أو تخصي المشروع إذن هذا الشيء يكون فيه مسكور بالقوانين والأنظمي المضبقة شيء ما يخص الظروف الطريقة وتنص جميع عقود المشاريع ومجميع الشروط العامية للعقود الإنشائية وعلى ما يسمى بالظروف الطريقة أو الظروف الاستثنائية بما فيها العقود الدولية أو العقود الفيدي كلها تلص على هناك مواد تشير إلى ما يجب التصرف في حال وقوع هذه الظروف أو الحوادث أن يتم الإعلان أن ما يمر به البلد هو ظروف طريقة إذن يجب يكون هناك إعلان في البلد على أن ذلك هو ظروف طريق وليست حالي تيادي وهذا الشيء يجب أن يحصل أن يتم إعلان إجراءات التي ستتم بها مواجهة الظروف الطريقة ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الدولة وإداراتها المعنيين بهذه الظروف الطريقة ما هي الإجراءات؟ إذن هناك إجراءات ستتبع لمواجهة هذه الظروف والتقليل من أسر هذه الشروط الأربعة إذا دقفنا فيها هل تنطبق على هذه الشروط على جيحة كورونا؟ الجواب السريع والجواب العام نعم تنطبق كل الشروط الأربعة كانت متوفرة بشكل أو بآخر وإن كان ليست بنفس الدرجة في جميع الدول العالم نظريت الظروف الطريقة هناك إذن أربعة شروط لتطبيقه نعيد طرح السؤال هل تنطبق هذه الشروط على جيحة كورونا؟ لنرى أولا أن يكون الظرف الطريق حادثا استثنائيا إذن الظرف الطريق ليس اعتياديا ليس يحدث بشكل دائم ولا يمكن توقعه إذن هو حادث طريق واستثنائي نادر الوقوع ما كل يوم بتصير زلازل ولا في بلد ما أو في منطقة ما رغم يوميا بلو العالم لحظة الزلازل تختلف في الشمد تبعها طبعا نتحدث عن زلازل المدمرة والزلازل التي تعيق تنفيذ المشاريع بشكل عام أو العقوب والسيغل والحروب ونحوها من الآفات التي هي نادرة الوقوع وليست مالوفها إذن هي نادرة لا تحصل دائما وهذا الشرط يمكن أخذه من الأحاديث الآمرة بوضع الجوائح حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح بوضع الجوائح وأن ننص عليها في العقوب وقد عرفها الفقهاء بأنها ما لا يستطاع دفعه في العادة إذن الشيء ليس بالمستطاع والأمور دفعه في العادة ليس عادة أن يستطيع دفعه أو إيقافه كالريح والمطر الشديد وغير ذلك من الظروف التي تحدث حلوسا استثنائيا وذكر بعض الباحثين أنه يجب أن نستبعد الظروف الخاصة بالمدين يعني المدين قد يمر بظروف استثنائية أو المتعاقد مثلا إفلاس المدين بصابته بمرض احتراق محصوله هلاك المضاعات هذه الحالات الإثنائية التي تحصل ليست المقصودة هنا هذه الحوادث مهما كانت ومهما أدت إلى إرهاق المدين في تنفيذ انتزامه لكنها لا تعتبر من قبل الحوادث الطارئة التي تتبرر توضيق أحكام ضرية الظروف الطارئة إذن الحوادث الإثنائية التي تخصص المدينة الشخصية كسوء إدارته نتيجة الإفلاس نتيجة سوء الإدارة إفلاس المدينة أي سبب كان يصابته بمرض احتراق محصوله هلاك البضاعة مثلا سرقة البضاعة بالكامل من أرض المشروع هذه الحوادث ترهق المدينة لا شك لا شك إنها مرهقة لمدينة وتعيق وتنفيذ انتزاماته ويمكن أن تؤدي إلى خسارة ولكنها لا تعتبر من قبل الحوادث الطارئة التي تبرط بأحكام نظرية الظروف الطارئة إذا النتيجة هل إجابي على السؤال نقول نعم إن هذا الشرط يتوفر شرط استثنائية في جائحة كورونا إذن شرط استثنائية متوفر هو حدث طارئ استثنائي لا يحصل عادة ولم يكن بالحسبان توقعي إذن شرط استثنائية متوفر شرط الثاني أن يكون الظرف الطارئ عاماً إذن الظرف الطارئ ليس خاص ولكنه عام أن الظرف الطارئ عمستوى الدول لا بل جاعة كورونا حصات عمستوى العالم يجمع الخبراء القانون على أن يكون الظرف الطارئ ليس خاصاً بالمدين من الحالات التي ذكرناها سابقاً أنك أفلاسه وهلاك محصوله أو بضعاته مهما كان مرهقاً له وإنما يجب أن يشمل هذا الظرف جميع الناس إذن لا يخص المدين أو المتعاقب هذا الأثر أثر على جميع الناس في البلد أو في منطقة المشروع وهنا قد يختلف الأمر حسب نوع العقد المضمونه مثلاً يكفي أن يحدث الحدث الطارئ في منطقة المشروع ليكون عزراً للمتعاقب مثلاً هطول مطر كبير في منطقة المشروع أدى إلى ارتفاع منسوب المياه جوهي بشكل كبير ومختلف عن دراسة المشروع يختلف لدينا مشروع في منطقة ما وتقدم المشروع المقاول أو إلى بعرض لتنفيذ المشروع فهو يستند إلى التقارير التربية ويستند إلى المعدل هطول مطري في المنطقة لديه فكرة عن المعدل هطول وظروف الجوية والمرافقة في المنطقة ولكن إذا حصل في موسم مطري سقوط مطري كبير بشكل كثير وبشكل غير متوقع أو غير لا يحصل عادة لأن المعدل هطول هو شيء اعتيادي أدى ارتفاع منسوب المياه جوهي بشكل كبير واختلف عن دراسة واضطر هذا أدى إلى إرهاق المقاول في تنفيذ أساسات البناء والقواعد المشارية إذا كان لدينا مشروع كان مشروع سد مشروع جسر إذن هناك أشياء أدت إلى هذه إحتاس الطريقة لم تكن في الحسبان وليس معلوما لدينا هل يكون سقوط مطري لدرجة كبيرة أم بزيادات بسيطة أو تأرجح بسيط حول المعدل العام كذلك الأمر إذا جاءت حريق على مدينة بالكامل أو حي منها فهو يعتبر ظرف طارق لم يشمل البلد وأنها ظرف المديني أو الحي أو المكان الذي في المشروع وكذلك الشأن بالنسبة للحادث الذي يلحق مجموعة أو فئة معين من التجار أو منتجي إحدى السلع إذن مردين أيضا صار في أصاب هذه الفئة دون غيرها فيو تبار هو حد الظرف طارق عام إلا أن البعض يرى اشتراط العمومية في الحادث السنائي يتعارض مع الغاية التي نظمت من أجلها نظرة الظروف طارق إذن بعض المشرعين وبعض القبراء يرى أن اشتراط العمومية للحادث السنائي يتعارض مع الغاية التي نظمت من أجلها نظلية الظروف الطارق وذلك ذكرت أنا بالأمس لي أنه ممكن يكون ليس على كامل البلد وإنما ممكن يكون فيه على مستوى منطقة مدينة أماكن وجود منتجي للسلع منطقة صناعية منطقة صناعية فيها منطقة صناعية السلعة فبالتالي إذا جاء حادث أو طارق حريق سيول وأدى إلى احتراق كل المعامل الموردة لهذه السلعة أو السلعة معينة فبالتأييد هذا ظرف طارق وأن لم يشمل البلد بالكامل ولذلك يلاحظ أن القوانين المدنيين في الدول العربية لم تشترط عمومية الحادث إذا هناك القوانين المدنيين لتنظم العلاقة بين المدين أو المتعاقد والمالك لم تشترط عمومية الحادث بل جعلت كل حادث السلعي غير متوقع يؤدي إلى هاق المدين موجبا لتطبيق هذه النظرية إذا كل حادث السلعي يقع ولم يكن متوقع أثناء تنفيذ العقد ويؤدي إلى هاق المدين موجبا لتطبيق هذه النظرية النتيجة أيضا هل يتوفر هذا الشرط في كورونا يتوفر شرط عمومية الحادث في جائحة كورونا بشكل بامتياز إذا هنا لم يعم البلد وإنما حتى كان يعم العالم تقريبا أجبر كل كورونا عانت من هذا الجائحة نستمر بشروط تطبيق الظرف الطارئة إذا الشرط الثالث أن يكون الظرف طارئ غير متوقع بمعنى أن الظرف الذي يسميه ظرفا طارئا لم يكن متوقعا من قبل أي من الأطراف المتعاقدة أثناء توقيع العقد أي أنه يحدث بشكل مفاجئ دون معرفة مسبقة من قبل لا يمكن التنبؤ به من قبل الطرفين المتعاقدين أو الأطراف المتعاقدة أثناء توقيع العقد طويلة انتفت عنه صفة الظرف الطارئ أو أحد شروط الظرف الطارئ نقصد بتوقع الظرف الطارئ واحتمال وقوعه وما يستكبد منه متعاقد من صعوبات في تنفيذ التزام ولا سيما إذا كان التزاما سقينا على الكائن بمعنى أن التوقع الظرف الطارئ هو أننا لدينا احتماد فصول بنسبة معرفة ولدينا معرفة مسبقة تقريبا بكم سيتكبد منه التعاقد من الصعوبات ونتنبأ بالأثار الناجمة عن هذا الظرف فعندما يكون المدينة أو التعاقد متوقعا حدوث الظرف الطارئ عند التعاقد ومع ذلك أقدم على أبرع من العقد فإنه بذلك يكون مقدرا من الظروف ومتوقعا لاهتمال حصول هذا الظرف أو الحدث وليس له أن يتشبس بتطبيق نظري وأنزالها على واقع التعاقد عندما يلحق به الضرر والذي كان في الحسبان محتمل وقوع أثناء تنفيذ العقد ومع ذلك أقدم على الأقد ولم يكترس يعني لنفضل أنه أتى مقاول ووقع عقدا لإنشاء مشروع وهناك مادة إنشائية ما وليكون التسليح وليكون أو بعض المواصفات أو المواد كان صدر قرار لمنع الاستيراد من الخارج وأتى هو ووقع العقد بهذه الحالة لا يمكن أن يأتي بعد ذلك عندما يبحث عن المادة أو المواصف المطلوب ولا مجد في السوق يأتي إلى الإدارة ويقول يجب تطبيق نظرية الظروف الطالح وتجب أن يتم تعويدي على الضرر الذي حصل نتيجة عدم توفر هذه المادة أو اضطر أن يدفع مبالغ أكثر للحصول عليها كون أن كان قد صدر القرار لمنع قبل حصول أو توقيع العقد مثال آخر هناك مشروع بجانب مجرى نهر أو مجرى سيد سيد موسمي وقام المقاول بوضع مواد وآليات في المجرى ثم أتى سيد وجرف معه هذه الأحضارات والآليات فليس للمقاول حق في تعويض الضرر الحاصل عن هذا الظرف لأنه متوقع الحدوث والمقاول لم يكن حريصا إذا هو من وضع هذه الأليات وهذه المواد في المجرى أو قريبا من المجرى ودائما لأنها المعرضة بشكل سنوي لحصول سيد الموسمي وبالتالي لا يحق المقاول في هذه الحالة أن يطالب بتعويض الضرر الحاصل له يتوفر هذا الشرط أيضا الظرف الطارئ في جاية كورونا مثلا جاية كورونا لم تكن متوقعة أبدا في العالم وهي ظرف طارئ بالمجرى نستمر بنظرية الظرف الطارئ لنرى الشرط الرابع لتطبيقها رابعا أن يكون تنفيذ الالتزام مع وجود الظرف الطارئ مرهقا مثلا أن يكون تنفيذ الالتزام يحط طرفي العقد أو كلاهما مع وجود الظرف الطارئ مرهق بمعنى أنا كمقاول إذا كنت سوف أنفذ هذه الالتزامات الواردة في العقد سوف يكون مرهقا بشكل كبير مثلا هذا الكلام شرط يكون التطبيق أو شرط تنفيذ الالتزام يكون يرافق إرهاق وخسارة غير متوقعة للمطاول أو للطرف المتضر ولكن هذا الكلام يعني فيه أخزن ورد وعلى من الصعب دائما أن نحكم على الأمور هل كان التنفيذ مرهقا أم لا إذن هذا الشرط يكون الظرف مرهقا في التنفيذ عن الحد المقبول أو المعقول بشكل واضح وبين مثلا ما هو الحد المعقول والمقبول لا شك أن هذا الأمر من الصعب التحليمي إن لم يكن واردا في العقد يعني أو خبراء الصنعاء والفضاء هم من الذين يحددون ما هو الحد المقبول والمعقول يعني مثلا عندما تفتح الأسعار أكثر من 15% هذا يعني أن هذا الحد المقبول في العقد يعني من غير المقبول ومن غير المنطقي أن ينفذ المقاول دون أن يغطي نفقاته أو دون يكون هناك ربح 15% يفترض أنه ليست الربح الصعفي وإنما ربح مع الضرائب ونوالك وإلى أخرين فإذا زابت 15% المفوضة حملة المقاول أصبح ينفذ بخسارة من رأس ماله وبالتالي المشرع وضع 15% هي الحد المقبول والزيادة الأسعار وما على ذلك يصبح مرهقا ووجب التعويض على المقاول يقول الخبير القانوني السنهوري هو أرهاق الذي يقع فيه المدينة من جراء الحاد سبطة معيار مرن ليس له مقدار سابط في زن كما ذكرنا ليس هناك معيار سابط فإنما مرن بمعنى ما هو مقبول هنا قد يكون غير مقبول هناك وما يقبل به هذا القاضي لا يقبل به قاضي آخر أو هذا الخبير بل يتغير بتغير السروق في زن فتغير هذا المعيار فما يكون مرهقا لمدين قد لا يكون مرهقا لمدين آخر وما يكون مرهقا لمدين في زروف معينة قد لا يكون مرهقا لنفس المدين في زروف أخر فالمدين أو المتعاقل لإمكانيتها المالية محدودة للشركة الكبرى أو نوع الدرستات أو الشركات الضخمة المقاولة الضخمة التي يمكن أن تتحمل أكثر ما يكون مرهقة لمدينة في ظروف معينة قد لا يكون مرهقة لنفس المدينة في ظروف بخار والمهم ان تنفيذ الاتزام يجب ان يكون بحيث يهدد المدينة بخسارة فالها الشرق اساسي او الشيء يبين والواضح ان اذا ما اصر الطرف الاخر على تنفيذ الاتزام من قبل الطرف الذي تعرض للخسارة فهو يهدد المدين او متعاقب بخسارة فالها الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لان التعامل مكسب وخسارة ممكن المقاول ما يكسب للمشروف او يخسر هذا شيء عادي يدخل بمشروف لكن يكون خاسر ولكن هنا المقصود هنا المقصود ان التنفيذ الاتزام يكون يهدد المدينة بخسارة فالها لا يتحملها اذا هنا هل هذا الشرق ينطبق على زائحة كورونا؟ اقول يجب التحقق من ذلك يجب التحقق من كل حالة ولا يمكن جزءا دائما بان هذا الظرف او رائحة كورونا او ذلك كان مرهقا للذين او متعاقب ذلك تبعا للاجراءات التي رافقة في الحالة يجب ان تحقق تماما من الحالة من كل حالة من كل العقل من كل حادثة تحصل وحتى نقرر هل جائحة كورونا في هذا المنطقة في هذا البلد كان تنفيذ الاتزامات للاطراف المدعاق المرهقا المدعاق او المدين وهذا الشيء متعلق بالعيد الاجراءات التي اتخذت في هذا المنطقة او ذلك او هذا البلد كخلاصة لنظريت الظروف الطارئة نقول اذا تفرض نظريت الظروف الطارئة او الاسنائية حصول حدث طارئ وغير متوقع عند ابرام العقد واصبح معه العقد مرهقا لأحد الطرفين اذا الحدث يحصل على توقيع العقد عن حدث الطارئ او الاسنائية بعدها حصول على توقيع العقد هو غير متوقع من الاطراف واصبح معه العقد مرهقا لأحد الطرفين او كلين وان يكون هذا الظروف قد حصل قبل الانتهاء من تنفيذ التعاقد اذا ما بيصير اه الشيء يترتب بعد انتهاء التعاقد قبل من انتهاء التعاقد او العقد يكون في تأثير واضح ولا اتبقى خسائر فاضحة لا يمكن تفاديها على ان يعود تطبيقه الى السلطة التقديري للمحكم اذا لا يمكن من تلقى نفسه المقاول او الادارة ان تقرر ذلك حسب القوانين والانظمة طبعا هذا يعود الى العقد الموقع بين الطرفين اذا كان في امد العقد الحكومي فيجب ان نلجأ الى الطريقة التي بيّنها العقد الحكومي عن قدية تطبيق اه الذي يعود الى السلطة التقديرية وهي المحكمية او بيعمل او هناك تصدر لجان جزارية اه 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 تحدد اه 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 اجراءات معينة هل يستحق المقاول للتعريض ام لا. واذا المحكمية استنادا لخبراء الصناعة بان يتقدم الطرف المتضرر باندعاء توافر نظرية الظروف الطارئة اذا يجب على على الطرف المتضرر ان يتقدم الاندعاء للمحكمة اه ويطلب التعريض وفق نظرية الظروف الطارئة اه اه اثبات ذلك حصول ذلك وبان ارتزام الناتج على العقد اصبح بالنسبة اليه مريقا مع المطالب باعادة التوازن مالي العقد ان يثبت ان الذي حصل هو يتعلق بظروف طارئ واصبحها مريقا ولا يمكن تنفيذ الانتزام الناتج على العقد اه اه باي شكل اشكال دون وقوع اه خسارة فالحة عليه وبالتالي يطالب باعادة التوازن مالي العقد اه فيما يخص اه جائحة كورونا او كوفيد 19 اه حقيقة اه اه هناك اجماع اه شبه اجماع اه من السواء الاراء القانوني او او اراء الصنعة للقول بنظريت الظروف طارئة تنطبق بشكل كامل على جائحة كورونا التي اجتاحت معانا باسره دون سابق انذار او توقع وترتب عليها خسائر فالحة لنتنفيذ بعض التزامات المتركة لعقد اصلحة مريقا لبعض المدعاقدين كما ذكرنا حسب المنطقة منطقة العقد او منطقة المشروع وحسب اه اه شدة الاجراءات المحضر التي طبقت في هزا البلد او هزاك او هزا المنطقة او تلك ما يعطيه من حق باللجولة القضاء لطلب اعاد توازن مالي العقد ابر زيادة المقابل المالي اذا كيف نعيد توازن الى العقد بيزيد يزيد التعويل او المقابل المالي للطرف المتضرر مقابل بحيث نعيد التوازن الى العقد ويصبح اه اه تنفيذ الالتزام غير مرهق لالطرف المتضرر نظرية القوة القاهرة او الفورس نيشن اذا احنا قلنا انه اه ظرف الطارق يحصل اه استثنائيا ظرف الطارق استثنائي غير متوقع اه 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 بتمجعلان عنه الى اخر الى اخر و اه يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا اما اذا استحال التنفيذ فيطبق على الامر نظرية اخرى هي نظرية القوة القاهرة اذا استحال التنفيذ اصبح لا يمكن لاي طرف ننفيذ الالتزامهبى اي شكل من اشكال التي تخضل في حكامها عن احكام نظرية الظروف الطارق اذا نظرية القوة القاهرة فاستوجد استحال التنفيذ يصبح هناك استحالة مطلقة في تنفيذ الالتزام والاد والجزاء فيها هو فسخ العقد وانقضاء الالتزام إذن إذا كانت قوة قاهرة وهذه القوة القاهرة لا يمكن لدفعها أو توقيف أثارها من الطرفين فالجزاء فيها هو فسخ العقد وانقضاء الالتزام إذن تفسخ العقول وانقضاء الالتزام تماما بدون وقوة قسارة على الطرفين المتعاقبين أو نتطبيق خسارة إضافية أما الخسارة فهي واقعة ولكن الطرفين مبتالي لا يمكن استدار بالعقد أما إذا لم تتجاوز الخسارة الحد المألوك قبل ما جاء لتطبيق قوة القاهرة إذن الحد الملوف إذن شرحناه بالشريحة الماضية أن هناك في حد ملوف أو حد معقول أو مقبول إما بقبارة العقد أو خبر الصنعاء يحددون وبالتالي لا يمكن تطبيق قوة القاهرة ويبقى الالتزام موجودا ولكن معيد التوازن للعقد وحقيقة في سوريا هناك الكثير من المشاريع تم تطبيق نظري القوة القاهرة حتى قبل جاية الكورونا بسبب الأزمة والأعمال الحربية ودخول المنظمات الرهابية إلى بعض المناطق في مشاريع لم تبدأ وإن كان المقاول رسميا بدأ بالمشروع وقد أمر مباشرة وقد أستلم موقع المشروع أو لم استلم نسبة تنفيذ المتدني أو صفر فهذه العقد الغيت بفعل بتطبيق فورس مجر أو القوة القاهرة ما هي الآن الكوة القاهرة؟ كيف نعرف الكوة القاهرة؟ الكوة القاهرة هي كل فعل خارجي لا يد للإنسان فيه إذن هو فعل خارجي ليس للإنسان يد فيه كالحوادث الطبيعي والحروب إلى غيرها من المسائل غير متوقعة إذن هو فعل خارجي الإنسان الملجد فيها تقع هذه الحوادث كالحوادث الطبيعي والحروب الحروب المقصود ليس للإنسان يعني الأشخاص المعنيين بالعقد ليس لا يعود بسبب قصرهم ومبتالي هذه الحروب تقع حروب خارجي غزو خارجي كل هذه الأشياء تحصل دون تدخل من الأفراق المعنيين بالعلاقة والمشهور في الفقه الإسلامي تعالج الكوة القاهرة بنظرية العزر والجوائح عملا بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسائحة مثلا الله صحى وتعالى ما بيكلف مفس إلا وسائحة وعندما تجاوز تكليف نسع فيجب مقضى الأمر والتالي لا يمكن أن الله يكلفنا أكثر من طاقة لنا إذن بقوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا فيه فقد جمت مختلف قوانين التعاقد العربي على تعداد أشكال أو أمسل على القوة القاهرة دون تعريفها تعريفا جامع شائعة إذن مختلف قوانين التعاقد العربي والقوانين المدنيين في العالم العربي أو في التول العربي عمدت عمدت أشكال وأمسال من الفقوة القاهرة ولكن ما عرفت تعريف جامع شامل ولم تدع شروط لا المنظم السعودي أو المشرق السعودي لم يعرف القوة القاهرة وإنما أشار إليها في بعض النصوص النظر ومن ذلك أيضا ما جاء في المادي 24 من نظام العمل يتم الإنهاء العقد في حال قوة القاهرة فوق إراد الطرفين إذن أنه باضح تماما أن ما الذي حصل هو قوة القاهرة فوق إراد الطرفين لم يكن أي تدخل لإرادة الطرفين المتعاقدين والتعايدة بالقوة القاهرة وكذلك أمر القانون التعاقد السوري لم يورد تعريفها وإنما عددها وترك المجال مفتوحا للخبراء والمحاكم والمقضاط بتقرير هل الظرف الطارئ أو الظرف الحاصل أو الطارئ هو قوة قاهرة أم لا إذن الخبراء المحاكم والمقضاط كلهم السلطة التقديرية بتقرير هل الظرف الذي حصل هو برف الطارئ أم قوة قاهرة من تالي المعالجة سوف يمكن أن تقتل في حكام القوة القاهرة اختلافا كبيرا اعتمادها على كيفية سياغة الأطراف لها إذن القوة القاهرة عادة يمكن أيضا أن ينص العقد على تعريفها وعطاء أمسلي والتالي إذا كنا نحن مقايدين بهذه الأحكام فممكن نشوف في اختلاف بين عقد وآخر ولكنها غالبا ما تغطي العديد من فئات الأحباس التي يمكن أن تؤثر على المقاورين والمردين والعملاء قبل سلسلة التوريد إذن آآ ممكن الشيء بيغطي آآ بعض الأشياء التي تحصل وتبسر على المقاورين والمردين والعملاء قبل سلسلة التوريد لأنه آآ لدينا آآ قدة موريدين في المشاريع الإنشائية ضمن القوة القاهرة العديد من هذه الأحكام وقائمة الأحداث المحددة التي يمكن أن تبرع حدث قوة القاهرة لأن العقد يعبد هذه الأنواع القوة القاهرة ويعددها فإذا ما حصل أي منها فيعتبر قوة قاهرة في حين أنه من غير المرجح أن تسبب موظم أحكام ظروف القاهرة إذن ممكن أنه لا يمكن دائما دائما فيه مستجدات جديدة مثلا الفيديك السابقة لم يذكر السونامي ويضيف في النسخ بعد 2005 تعديلات السونامي أصبح يذكر السونامي كقول القاهرة أو حدث السنائي إذن من غير المرجح أن تسرد معظم الأحكام ظروف القاهرة المرض والأوبئة والحجر الصخي لا يوجد تحديد فإن العديد منها يتضمن أحكام عامة تغطي أشياء مثل الكوارث الطبيعية مثل الكوارث الطبيعية مثلا يمكن أن أكبار المرض أو الأوبئة أو الحجر الصحي هي كوارث طبيعية أو مثل ما متعارف على إنه هذا الشيء بفعل فوق طاقة البشر أو ليس من أعمال البشر أو أعمال الحكومي أو ظروف أخرى خارجي عن سيطرة الأطراف لا أي شيء يحصل بسبب أعمال الحكومي أو بسبب كوارث طبيعي أو خارج سيطرة الأطراف أو من النوع حكوم القاهرة أو الأكتف أفكاد نمثل مثلا تفشيل في فيروس كورونا وضعا فريدا إلى حد الماء من حيث أنه يتضمن مكونا طبيعيا الفيروس نفسه مكون طبيعي صحيح ليس خاليا ولكنه مكون مخلوق ومرنا من العمل الحكومي بمذلك الحجر الصحي وإجراءات اللقائية الأخرى التي تتم وضعها لمنى تفشي الوباء إذن هناك إجراءات حكومية أو أعمال حكومية إجراءات قامت بها الحكومي وطبقتها إجراءات اللقائية وبالتالي يعتبر فيروس كورونا قوي في بعض الأحيان قوي قاهرة إذن يجب على أطراف مرجعات أحكام القوة القاهرة في عقودها بعناية تحديد ضد انطباقها من عدمه إذن يجب أن نرجع إلى الأحكام القانون إلى الأحكام القوة القاهرة يوادي في العقد أو في قانون التعاقد ونحتكم إلى هذه المواد أو هذه المواد توصف أو تعدد القوة القاهرة لتحديد هل ينطبق ذلك على مشروعنا أم لا هل ينطبق على فيروس كورونا أو على متائج أو أثار فيروس كورونا أم لا وهو وجه الاختلاف بين كل من الظروف الطارئة والقوة القاهرة من خلال الشرح السابق لا شك أنه لاحظنا أن هناك اختلاف بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة دون الدخول في جدل قانوني حول هذه المصطلحين الحقيقة الجزر لا يوجد خلاف في الشروط واجب توفرها لأعمال واحدة من أي النظرتين فشروط متوافقة على كل المواد يعني الشروط ينطبق على الظروف الطارئ والقوة القاهرة تقيبا من نفسه وشروط متوافقة أيضا ولكن الخلاف الجوهري فيكم في الأسر القانوني إذن هناك الأسر الماتج أو الأسر القانوني مترتب على الظروف الطارئة والقوة القاهرة مختلف الذي يترتب على الإخلال بالالتزام التعاقدي نتيجة ظرف طارئ أو قوة قاهرة فالظرف الطارئ يصبح تنفيذ التزام مرهقا ولكن ليس مستحيلا ولكن إذا مرهق مرهقا للدرجة ولا يرقى إلى درجة الاستحاد إذا كان هذا الشيء التنفيذ بالكزام المقاول أو واحد الطرفين المتعقدين أو واحد الطرف متعقد نبدأ إلى المرهق في تنفيذ التزامه بمهيب العقد وليس استحادته فنكون نحن بصدر إعمال مصرية الظروف الطارئة وعندها يجوز للقاضي أو للمحكم أو للمقصر أو للمقصر أن يعمل رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا يجب أن يعيد الالتزام ويرده الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو المقبول حسب العقد أو أن يعلق تنفيذ الالتزام المرهق أو ينقص منه أو يزيد في الالتزام المقابل دون فسخ العقد وفق نزام ضرر وزال إذا أما يعيد رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول أو يعلق بوقف العمل في المشروع لفترة من هذه الآثار مثل الالتزام المرهق أو ينقص منه يقلل من الالتزاماته أو يزيد في الالتزام الطرف المقابل أو الطرف العقد دون فسخ العقد وفق ميزان الضرر وزال أما التمسك بزرف القوة القاهراء يستنزم بإثبات أمام القضاء أن تنفيذ العقد كان مستحيلاً في ظل هذه الجائحة أو هذا الظرف التي تضرب لعالم أجمع الجائحة من جائحة كرون إذن يجب الإثبات أمام القضاء أن تنفيذ العقد كان مستحيلاً في ظل الظروف جائحة كرون إذن بشكل سريع نقول أن النظري الظروف الطارئة والقوة القائرة تقريباً لمنشأ أو الشروط تنطبق على جائحة أثار جائحة كورونا ولكن هل نطبق هذه النظري أم تلك؟ إذن هذا يعود إلى خبراء الصنعاء يعود إلى المحاكم، يعود إلى الذين تعودون فضل النزاعات كالمحاكمين أو الهيئات التحكمية التي تقرر هل الظرف الذي نشأ يخطأ بظروف الطارئة أم إلى الضرية القاهرة لأن الأثر القانوني هو الذي يختلف وليس الشروط التي تكون متماسف ولكن أثر الناجم هو الذي يختلف إذن بعد الثراض النظريات السلاس لمواجهة آثار كفيد تساطاش أو جائحة كورونا كيف ساركت الدول الكبرى حيال آثار كورونا حقيقة الدول الكبرى التي تهيم على الصناعات وعلى التجارة الدولية معنية بشركاتها التي تجوب العالم ومنتجاتها موجودة في كل البلدان وتنقل وتأثرت كثيرا بهذه الجائحة بدأت الدول الكبرى كأمريكا والصين باستصدار ما يسمى من شهادات القوة القاهرة إذن صدرت شهادات من هذه الدول تقطع للموردين للمصنعين للمقاولين ما يسمى القوة القاهرة تبرز هذه الشهادة في مكان التعاقد وبالتالي يصير إبراء زمة هذه الأطراف وبالتالي ينظر على أن هذه الظروفية السلسنائية وتخرج عن نطاق سيطرتهم إذن هذه الشهادة تقضي بإبراء الأطراف من مسؤولياتهم إذا متعاقدي كون يحملون هذه الشهادة من الدولة اللي عم تصدرها فتصبح هذه الأطراف تخذ مسؤوليتها وبالتالي يسبب هذه الظروف ولكونها تخرج عن نطاق سيطرتهم طالبت مؤسسات وشركات عالمية كثيرة بشهادة القوة القاهرة من أجل التحلل من انتزاماتها أي التعاقدي أيضا هناك مؤسسات وشركات عالمية يحاولون تستغل هذه الظروف للتحلل من انتزاماتها كون ممكن يكون العقول أصبحت غير مربحة بالنسبة إلى أو مكلفة بنتيجة افتفاع مثلا التأمين من الضعف العمالي ضعف الإنتاج وكذلك تزاد التكاليف فحاولت بعض المؤسسات والشركات الدولية تتحلل من انتزاماتها على شهادة القوة القاهرة وعدم أداء غرامات التأخير أو التعويل عن التأخير في التنفيذ أو عن استحادته إذا حاولوا يحصلوا على الشهادات حتى يحققوا مكاسب إضافية وفقت حكومات على أنه لكي يتم الحصول على شهادة يمكن تقديم مستندات مؤسسة لإثبات التأخير أو التعطل هذه الشهادات لا توزع بشكل عشوائي وإنما هناك مستندات مؤسسة لإثبات أن التأخير أو التعطل حاصل وبسبب هذه الجائحة وستكون شهادة مؤرفة بها دولياً وليس محلياً فقط إذن هذه الدولة تعمل على أن تكون هذه الشهادة الصاغرة عنها وترفم بها دولياً وليس محلياً فقط لنتيجة أنه كما ذكرنا هذه الشركات تسيطر على الصناعة والتجارة الدولية فهل بالمقابل لذلك تبدأ حكومات الدول العربية في تبني حيول وأفكار مماثلة يعني طاة الشهادات وتكون لها من القوة ما يثبت أنها تبرر تحلل من المسؤولات التعامدية لشركاتها الوطنية ومساتها الوطنية إلى رقم أثر جائحة كورونا على العقود الدولي عقود الفيديك إذن الفيديك هو من أكثر العقود الدولي استخداماً في التعاقدات غير الوطنية لما تكون شركات أجنبية يعني العقد خرج جلادها وحتى هناك ضمن الدولي ضمن مثلاً القطاع الخاص ممكن أن يستخدم عقود الفيديك أو حتى الدولي ممكن أن يستخدم عقود فيديك لبعض المشاريع الاستراتيجية مع شركات عالمية إذن الفيديك هو عقد أو شروط عقد حقيقةً هو إذن يتم فيه وضع الخطوط على القطاع والتفاصيل الجوزئي للعمل الإنشائي وتحديد علاقة صاحب العمل مع المقاول وكذلك مع جهاز الشراف المتمثل المؤمنس المقين إذن هي عبارة عن شركات عقدية للأعمال الإنشائية تحدد علاقة صاحب العمل مع المقاول اتزامات صاحب العمل اتزامات المقاول وكذلك أجهاز الشراف والعلاقة بينهم ومن خلال ما يسمى المهندس المقيم الممثل للإدارة ويعرف عقد الفيديك بأنه معيار عالمي للاستشارات في صناعة التشريف إذن هو معيار عالمي أو عقد دولي لقاصة في مجال الاستشارات الهندسية والدراسات وما يخص الوقود الإنشائية تم تطويره على مدار خمسين عاماً إذن نحن نعلم أن الفيديك تأسس عام 1913 في مدينة الاندينت البلجيكية باجتماع ثلاث اتحادات أو جمعيات هندسية ومهنية بلجكا، فرنسا، وسويسرا وهذه الطول تتكلم رسمياً عن اللغة الفرنسية وإن ذلك الفيديك اختصاراً أتى من التعبير الفرنسي اتحاد الدولي للمهندسية الشارعية ويكمل تعرف عليه باستخدامه عالمياً بسلطات قضائية إذا سلطات قضائية في هذه المدان يمكن لها أن تطبق هذا العقل ويتبر مرجعاً لجميع أنواع المشاريع لاحقاً ليست مشاريع المحددة وإنما هو طيف كبير من المشاريع ويرمزناه اختصاراً بالفيديك ناتج على اختصار للتعبير الفرنسي كما ذكرنا على انتحاد الدولي لإستشارات الهندسية أو المهندسية الاستشارية حيث استخدمت شروط العقد في أعمال البناء والهندس المدني ويجب أن يكون جميع المقاولين على ترايب هذا الشروط إذا المقاول يوقع عقد واشتراطة الفيديكية المسكرة فيه يجب أن يكون على ترايب ويحتوي عقد الفيديك على الجزءين الجزء الأول يتحدث عن شروط العامة الان العقد بينما يتضمن الثالثاني التطبيق الخاص هذه الشروط .ليجزء الأول هو الجزء where يستخدم عن شروط العامة العقد بينما يتضمن الثالثاني التطبيق الخاص بهذه العقد ويشمل شروط البناء الأمذس المدني بشكل أساسي وأطلق عليه ما يسمى بالكتاب الاحمر إذن الكتاب الأحمر هو ما يخص أعمال شروف البناء لمشاريع الهندس المدني الطبعة الأولى ظهرت في العام 1957 وأطلق عليه اللقب الكتاب الأحمر ومن ثم تنظر الطبعة الثانية والساسي والرابعة في العوام 63-67-87 وأشهر هذه الطبعة هو يطبق 1999 ويسمى اختصاراً فيدك 99 وعندما نتكلم على عقود الهندس المدنيين فيدك فنقول فيدك 90 على طول باعتبار أن أشهر هذه النسخ هي نسخة 99 إلى أن جاء التحديث الأخير في عام 2017 ولكن لم يلغي فيدك 99 لازم يستخدم ولكن هناك تعديلات جديدة في عام 2017 ومنها الشيء يخص القوة القاهرة والحوادث الستثنائية إذا العقد الفيديك لذي يشمل شروط وأسس لبناء والتصميم أطلق عليه الكتاب الأبيض إذن مما يتعلق بإستشارات الهندسية والديزاين أو التصميم تعنيداً فهو ذات كتاب الأبيض أما الكتاب الأصفر فهو خاص بمشاريع الإلكترو كهربائية أو الميكانيكية والكهربائية وهناك عقد جديدك خاص بشروط أقود المشاريع الجاهزة وتعليه مسمى الكتاب الفضي إذن الكتاب الفضي هو خاص بمشاريع الجاهزة يعني البناء على التصميم زي التنفيذ أعقد الجاهز بالمفتاح أعقد الفيديك الخاص برقودة خصيرة وتعليه بإسم كتاب أخضر وهناك مسميات أخرى وأصدارات أخرى تخص معظم الأعمال شيء خاص بالمقابل الباطن إلى آخره أعتقد لون الكرتقالي خاص بالمقابل الباطن لون لا يعني شيء لا يغوز إلى شيء سواء لتمييز عقد الهندس المدني عن عقد الميكانيك والكهربائي عن عقد المصميم عن عقد المشاريع الجاهزة إلى آخر إذن لون الكتاب ليس له أي دلالة الشروط التي يجب أن تتوفر في القوة القاهرة لتطبيقها على عقود الجاهزة القوة القاهرة عرفتها المادة السلطاشعة واحد النموذج الصادر في عام تسعين أو ما يسمى فيديك تسعين إذن هو حدث استثنائي خارج عن إرادة الأطراف ولا يستطيع أي أحد الأطراف تفاديها ويجب أن يتوفر فيه أربعة شهود إذن قوة القاهرة هي حدث استثنائي خارج عن إرادة الأطراف المتعاقلة ولا يستطيع أي أن هذه الأطراف تفاديها أو التغلب عليها ويجب أن تتوفر فيها أربعة شهود هي أن تكون أحداث استثنائية خارج عن نطاق سيطرة الأطراف إذن هي أحداث ليست رتيادية ليست معروفة لا تحدث دائما هي استثنائية إذن شرط استثنائي أشيء أساسي وخارج عن نطاق سيطرة الأطراف لا يمكن أن يتوفر من أطراف لأنه سيطرة عليها ألا يكون أطراف على علم به قبل إبرام العقد إذن أي من الأطراف لم يكن على علم به أثناء توقيع العقد إذن أنا عندما أتوقع عقد إذا أعرف أن هناك شيء بده يصير مستقبلا فهذا الشيء لا ينطبق ولا يسمى قوة القاهرة كوني أعلم هنا الأطراف ليست على علم به قبل إبرام العقد وهذا ما ينطبق على جائحة كورونا لم يكن أي من الأطراف المتعاقبة قبل الجائحة أو تأثيرها على معرفة بأنها ستحصل أن يكون الحدث قد قام بعد عدم استطاعت أطراف تجنبه أو تجاوزه إذن الحدث الذي قد قام أو حدث أو ظهره بعد عدم استطاعت أطراف تجنبه أو تجاوزه إذن لا يمكن ليس باستطاعت أي من الأطراف تجنبه أو تجاوزه لم يكن باستطاعت أي طرف الأطراف أن تتجاهل أن تتجاهل أن تتجاهل الإجراءات التي تمت من قبل الحكومي إذن هذا الحدث لم يكن باستطاعت أي من الأطراف تجنبه أو تجاوزه وهذا ينطبق على جائحة كورونا على اعتبار أن لم يكن أي من الأطراف باستطاعته مواجهة الإجراءات التي تفرطتها الحكومات في معظم دول العالم فلا يمكن خرق مثلاً عدم منوع الانتقال خرق عدم تجاوز كل هذه الظواهر أو الإجراءات التي أضغطت العقومات لم يكن استطاعت أي من الأطراف المتعاقدة تجنبه أو تجاوزه الذي يكون قد تسبب فيه طرف من أطراف ناقب هذا الشيء أو الآثار الناجي مع هذا الحدث لم تكن بسبب من أطراف العقد إذن الإجراءات التي تمت لجراءات كورونا ليست في طرف العقد هو الذي سعى لأن تقوم هذه الإجراءات وإنما تمت بشكل عام وصفة العمومية هي المدرسة ست حالات سيسنائية وضعها المشرع الدوري في عقد الفيديد 2017 إذن النسخة ل 2017 اختلفت قليلاً وبدل من تعداد بالجديد التعودسين عدد شروط الحدث السيسنائي وشروط القوة القائرة هون نسخة 2017 أدت عدلت وأضافت ما هي الحالات سيسنائية إضافة إلى الشروط الأربعة السابقة إذن يمكنك فر هذه الشروط الأربعة مجتمعاً حتى يتسنى وصف الحدث بالقوة القاهرة فالقوة القاهرة التي كان منصت عليها في نموذج تعد صين في البنك الخمسة 8 بنص صريح على اعتبار الوباء قوة القاهرة تؤثر على تنفيذ الاتزامات والتي يمكن استفادة منه لتمديد وقت تنفيذ الاتزام لم تعد موجودة بالتعديل الأخير إذن هذا الشروط اللي كان موجودة به إنه يكون تمديد وقت تنفيذ الاتزام لم تعد موجودة بالتعديل الأخير الوارد في العام 2017 حيث استبدل مصطلح القوة القاهرة بالأحداث السيسنائية إذن بدل القوة القاهرة التي كانت في دكتات سنين في دكتات سنين 2017 استبدل بمصطلح الأحداث الاستثنائية إذن نقول لذلك أن النساء في 2017 لم يكتفى بتوافر هذه الشروط حتى يمكن أن يطلق على الحدث الجديد حدث استثنائي ووضع ستة حالات يمكن أن يطلق عليها أحداث استثنائية إذن وضع سمى الحالات الاستثنائية بمسمياتها الحرب أو الأعمال العدائية سواء أعننت الحرب أم لم تعلن إذن حصلت حرب سواء تم الإعلان عنها أو لم تعلن قامت الدولة بغزو دولي أخرى أو بأعمال عدائية ضدها ولكن دون الإعلان عن ذلك والغزو ولم تعلن والغزو وفعل أعداء الأجانب إذن نسمى بغزو الأرض مختبر الأجانب التمرق أو الإرهاب أو الثورة أو الغزو الأصيان والقوة العسكرية والاستلاء بقوة والحرب الأعنية إذن حصل التمرق وحصل العمل الإرهابية الثورة والصيان ولكلاب عسكري وتم الاستلاء بالكوة وحدثت حرب عليه إذن هذه هي تغرب الشغب والاضطرابات والاخلال بالنظام العام والاضراب والحصار إذن نحن الشغب صارت في الشوارع خرر الناس كسرت خربت ما ننفذ من المشروع خربت التوريدات استولت عليها سرقتها اضطرابات والاخلال بالنظام العام أو حدث اضراب وحصار كما هو حاصل الآن حصار على سوريا على التوريدات معين الأضراب والاغلاق ولا يشمل فقط أشخاص مقاول أو مصفين مقاول من الباطن يعني فيها الأضراب والاغلاق كامل شامل ولكن هذا الشيء ليس فقط هذا الشيء لم يكون فقط أشخاص مقاول هما اللي أضربوا أو مصفين مقاول من الباطن لا الأضراب يكون شامل في البلد أو في منطقة النشاعة زخائر الحرب والمواد المتفجرة والتأيون والإشعاعي والتلوث النادج عن نشاط الشاعي بإثناء ما يرسل إن استخدام مقاول هذه الزخائر أو متفجرات أو إشعاعات أو نشاط الشاعي إذا المواد المتفجرة في موقع في مجدد من البلد تلوث النادج عن نشاط الشاعي لأنها بشكل مقاول نفسه وكانت مميدي في العقد الكواز الطبيعي مثل زنزال أو تسونامي أو نشاط بركاني أو العصار كواز الطبيعي زنزال دلازل تسونامي يعني أنه لم يكن مسكورا سابقا بتبع أول رسمي أو رسميا صدرت أو من المصدر السؤالي أو مرة بعد زنزال من أندونيسيا وحدث عنه تسونامي شديد أصاب براثب الدول المتشاطئة مع المهيد المهيد الهادي نجد إذن في البلد السادس استحدث التعديل أعداد أعداد استثنائية لم تكن موجودة في مموزج 99 كما ذكرنا تسونامي 2005 في أندونيسيا هذا لم يكن موجودة سابقا إذن التعديل الأخير لم يقتصر محوم الأعداد استثنائية فوقها على حالات معينة على سبيل الحصر بل ترك الباب مفتوحا لأي حالة استثنائية انطبق عليها تلك الشرطة لكبارها إذن التعديل الأخير لم يقتصر الأمر على المفهوم الأحداث السنائية وإنما عدد حالات كثيرة وترك الباب مفتوحا لأي حالة أخرى تنطبق عليها هذا الشروط باعتبارها هو القاهرة ما يخص الوباء كورونا أو الأوبئة بشكل عام النموذج 99 ذكر كلمة وباء باللغة الإنجليزية إيبيديميك الإيبيديميك باعتبارها قوية قائمة إلا أن منطب الصحة العالمية في 11 مارس الماضي اعتبرت فيروس كورونا جائحة عن ديميك وهو لفظ أعم وأشمل كلمة وباء صح في كلمة في صفة العمومة ولكنها أقل من لفظ البانديميك البانديميك هو لفظ أعم وأشمل ولا يقتصر عن طاق محدد الوباء يمكن يشمل بقعة من الأرض يشمل بلد قارة بينما الجائحة تدى ليشمل كل العالم وخاصة سرعة الانتشار والعدوى وبالتالي أصبحها جائحة وبالتالي تأثرت حركة البغايع والتجارة على مستوى العالم وبالتالي يمكن استفادة منه باعتباره أحد الأحداث السنائية القوة القاهرة إذن من خلال شروط القوة القاهرة أو الأحداث السنائية لبلد 2017 نجد أن خاصة مردت في عقد الانتشار المنانية 2017 نجد أنها تعتبر يعتبر حدثا استثنائيا قوة القاهرة من هنا يعتبر فيروس كورونا كورو 19 هو قاهرة تؤثر على التزامات التي تم التعاقد عليها وفقا لعقود الفيديك التي انفردت بنماذج بنصوص تعالج حالة القوة القاهرة تنشأ حالة تنفيذ العقد وأثرها على كل من أطراف العقد ومقاولي الباطئ إذن كورو 19 يعتبر بمنظور الفيديك هو قوة القاهرة وأثرت على التزامات التعاقدية ولكن يعود إلى أليل تطبيق تقرير ما إذا كان تم توقف عمل وتمديد مشروع أم لنهون ما في فصل ما بين نفهم من قوة القاهرة والحوالي الحوادث الستثنائية أو الطارية فيعود لسيطة محاكم تقرير كيف يمكن التعامل معه ما هي الإجراءات وفقا لعقد الفيديك حال حدوث القوة القاهرة إذن في حال حصول القوة القاهرة كيف علينا أن نتصرف كأنت سواء كنت مقاولا أم رب أعمل أو مالك المشروع إن في حال كنت مقاول أو رب أعمل حالة عدم القدرة على تنفيذ اتزامات التعاقدية يجب اتباع الإجراءات التالية هناك إجراءات تطبق تماما حتى يصبح محقا بالمطالبة بتعويض أو بتسخ العقب بالأخر أولا الأخطار إذن عليك أن تختر بتحقق القوة القاهرة إجبع أختار الطرف الآخر بالحدث وهو القوة القاهرة وبالاتزامات التي حال هذا الحدث دون تنفيذ آخر 14 يوما من تاريخ العلم أو من تاريخ وجوب العلم أو الفصول الحادثي يعني أنت كمقاول مفروض تخبر الإدارة أو المالك بالحدث وهو القوة القاهرة والاتزامات التي تأثرت بهذه القوة القاهرة والتي حالت هذه القوة دون تنفيذها خلال 14 يوم من وقوع من تاريخ العلمة بهذه الحادثي أو من تاريخ وجوب العلم يعني ممكن أنت معلم ولكن وزيع الأمر ولكن أنت لم تعلم فليست مسؤولية الطرف الآخر وفقا مادة 16 2 وعليه يكون هذا الطرف غير مسؤول ومعفي من تنفيذ التجام التعقدين مادم الأسر المنى للقوة القاهرة قائمة بعد أنت معك 15 يوم تخبر الطرف الآخر بحصول القوة القاهرة أو الحادثة التي تمنعك من تنفيذ التجاماتك وبالتالي بعد هذا التاريخ تصبح غير مسؤول مثلا يكون هذا الطرف غير مسؤول أو معفي من تنفيذ التجام التعقدين ماذا مع هذا الأثر مستمر أو قائل ثانيا يجب العمل من كلا الأطراف من أطراف الحد من التأخير في تنفيذ الاتزامات الحد من التأخير يجب أن لا نبالغ بالتأخير للتنفيذ الاتزامات إذا كان ذلك ممكنا وفي قناة التفاشة الثلاثة على كل طرف استخدام مسعة معقول للتقليل من التأخير في تنفيذ انتزامه أو الأداء المحدد وتمديد من التنفيذ الاتزام من أجل الحد من التأخير في تنفيذ الاتزام الناتج عن القوى القاهرة كذلك يجب أن يعمل معنا الحد من التأخير في تنفيذ الاتزامات حتى ينصي في تأخير كبير على المشروع ليس هذا التأخير نادج من القوى القاهرة أثار القوى القاهرة لكل من طرفين العقل إذا كان تنفيذ الأعمال سيتأخر فستم مدت وقت تنفيذ هذه الأعمال إذا تكبد المقاون المبالغ بطافي فمن حقه تمديد الوقت والتعويل عن التكاليف لطافيين ناجع عن هذا العمل. إذن اه الاسائر المترتب على الكوهر القائمة العطرافية العقد إذا كان تفيز الأعمال سيتأخر فسيتم مد تفيز هذه الأعمال إذا تكبد المقاول بأعمال إضافية فمن حقه تمديد الوقت وتعويل عن التكاليف لطافيين ناجع عن هذا الحدف. يعني إذن هذا الكوة القائمة منعت المقاومة من تمديد التزاماته وتقرر وقف العمل وهو يسمى تمديد مدة المشروع تمديد مدة المشروع إذن هذا تعويض زمني وهناك تعويض مالي إضافي ناتج عن تغاليف إضافية هي النفقات كما تسمى النفقات الإدارية الدنيا للمقاومة نتيجة وجود نفقات إضافية إنهاء العقد نتيجة القوة القاهرة وفقاً لمديرك لكتاب الأحمر التعويض في إنهاء اختياري إذا تم إيقاف تنفيذ العمل لمدة 84 يوماً متواصلة أو 140 يوم متفرق إذن إذا تم إيقاف العمل في المشروع 84 يوم متواصلة أو 140 يوماً متفرقة يتم اختار الطرف الآخر أو الطرف المتضرر للطرف الآخر للنهاء العقد إذن أنا كمقاومة رقفت لمدة 84 يوم متواصلة أو 140 يوم متفرقة علي أن أختار الطرف الآخر أنا كطرف متضرر بإنهاء أنا بدي تحلل بدي إنهاء العقد عند هذه النقود ويتم إنهاء خلال سبعة أيام من تقديم الأخطار وعلى المقاومة الانتسال للبن 16 عد ذاتي من العقد وفي حال إنهاء يجب أن يقوم المهندس باحتساب المبالغ والأعمال وتكلفة المواد وأي مبالغ أخرى يتكبدها المقاول لتنفيذ الأعمال الموقعية ومعدات المقاولة وتنفيذ الأعمال إذن المهندس يحصل الأعمال التي انفذها المقاول والمقاولة المستحقة تكلفة المواد أو أي مبالغ أخرى يتكبدها المقاول من خلال تنفيذ الأعمال الموقعية في الموقع المشروع والمنعتاق المقاول وتتريف الأعمال أثر القوة القاهرة على مقاولي الباطن نترى كيف تؤثر القوة القاهرة على مقاولي الباطن يجد اتفاق بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن على شرور إضافية إذن هذا الكلام الذي تناولناه هو يخص المالك والمقاول الرئيسي مثل ملمين كونتركتر أما الصد كونتركترز فيمكن أن يتفق بينهم بين المقاول على شرور إضافية أو شرور أوسع للعفاء من قوة القاهرة إلا أن صاحب العمل الأونر أو المالك لا يتحمل تابعة هذه الاتفاقيات مع المقاول الباطن إذا ما كان في نص العقد بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن على أشياء بتخص القوة القاهرة ولكنه غير موجود في العقد الفيديك بأساسي فلا صاحب العمل لا يتحمل أي تابعات أو نتائج لهذه الاتفاقيات مع المقاول الباطن ولا تعفي المقاول الرئيسي من مسؤوليته أمام صاحب العمل في حال عدم إذاية التزامات إذا العقد بين المقاول والمقاول الباطن لا يعفي من تنفيذ التزاماته ويبقى الكزامه مع صاحب العمل بالأساسي الموجود بالأصل وليس شيء الموجود إذا مثلا المقاول الرئيسي أعفى المقاول الباطن من تنفيذ التزاماته في حال وسع مفهوم من القوة القاهرة هذا لا يعني صاحب العمل بأي شيء ويتبره وكأنه غير هنا قائمة المراجع والمصادر التي اعتمدنا عليها ويمكن ننجوها لها أيضا عديد المصادر والمراجع في علاقة بموضوع القوة القاهرة ونظرة القوة الخاهرة ونظرة المحاطر والظروف الطارئة وما يبعناه بكوفيد ستعاش بشكل نكون قد تنهينا هذه المحاطرة التي تناولت أثار جائحة كورونا على التزامات التعاقدي إلى عقد إنشائي كون هذه الأقود تأثرت سواء في التنفيذ المشروع في موقع المشروع من حيث الجراعات الحضر التي تمت أو عقد التوريدات مرتبطة بالمشروع كون أصبح قيود أو منع للسفر ومنع للنقل أو حتى عدم إمكانية التصنيع أو الإنتاج بالمواد نتخص مشروع ما وبالتالي العقود إنشائية لم تكن بمنأة عن نتائج وباء أو جائحة كورونا ورأينا كيف يمكن التعاول مع هذه الأثار هذه الجائحة خلال نظريات ثلاث نظرية المخاطر نظرية القوى القاهرة أو نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية وكل هذه النظريات يجب أن تكون من خلال مواد العقد أو شيء المتفق عليه في العقد نتعلق سواء ببند التغييرات ومخصوط الخيار التي تعود إلى الطرق الثالث وأيضا التعريفات واشتراطات التي وردت ما يقص القوى القاهرة والحوادث السنائية والحوادث الطارئة وشكنا كيف أصدرت شهادات القوى القاهرة وتسعى لأن يكون محتر بها دوليا من أجل مساعدة شركاتها ومؤساتها على تحلل من انتزاماتها التعاقل التعاقلي الخارجي وأيضا في النهاية شكنا كيف عقود الدوري عقود كمثال عقود فيديك كيف تتعامل مع القوى القاهرة والحوادث السنائية ورأينا التعديل الذي حدث في المسهد 2017 سبت حالات للحوادث السنائية بعد أن كان في فيديك ترسين هناك اشتراطات وتوصيف بالقوى القاهرة أعطيكم نوع فيه شكرا هنا معلومات للتواصل حول هذه المحاضرة وما جاء في هذه المحاضرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر